السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالنسبة للأشخاص اللي ممتعمقين في السيارات اودي من الصعب جدا أنه يميز ما بين نسخة الـ A3 ونسخة الـ S3 من اودي فلذلك رح أرويكم اختلافات أو بعض الاختلافات لما بين النسختين بالنسبة للاختلاف اللي ما بين اودي S3 و A3 أولا نبدأ بالعوامل المشتركة قبل الاختلافات العوامل المشتركة أنهم الاثنين بيجوا على نسخة السبورت باك ليست الهاتشباك وبنسخة السيدان يعني متشابهين إلى حد كبير بالنسبة للاختلافات من الواجهة الأمامية يوجد اختلاف بسيط معذرة على مستوى الأضواء وأيضا بالنسبة للشباك الأمامي الـ S3 ممكن أن يكون عليها رادار أمامي لمراقبة الطريق بالنسبة للجانب الـ S3 تختلف في جنود السيارة يعني بيكون عليها جنود مختلفة بالنسبة لخلفية السيارة اختلاف بسيط في الأضواء وأيضا علامة الـ A3 والـ S3 تميزهم من بعض وأيضا يوجد عندنا اختلاف على مستوى الإكزوستات أو على مستوى العوادم الـ S3 بيكون عليها أربع عوادم لكن الـ A3 بيكون عليها عاد يمين على اليسار أو عاد يمين على اليسار وأيضا اختلاف آخر أن الـ S3 بتكون بالكواترو أو الخواترو نظام دفع رباعي لكن الـ A3 بيكون نظام دفع ثنائي أمامي أما بالنسبة للاختلافات الداخلية مقاعد تأتي مختلفة ما بين الـ S3 والـ A3 الـ S3 بيكون عليها كونسول يكون شبه خشبي وأيضا معمول معها بالبيانو بلاك لكن الـ A3 بيكون بلاستيك وأيضا بيكون لونه رمادي على غالبية الفئات لا ننسى أيضا أن الـ S3 يأتي بشكل أكبر من الناحية الرياضية وأيضا الاختلاف الأكبر والأكبر هو على مستوى المحركات الـ A3 أقوى محرك تمتلكه بيكون بنزين بقوة 211 حصان ولكن الـ S3 بيكون أقوى محرك عليها بيجي تقريبا 262 حصان ترجمة نانسي قنقر